على حدود مأرب معركة جديدة غير معلنة عمرها ثلاثة أيام وهدفها التقدم نحو مأرب بالنسبة للحوثيين والدفاع عنها بالنسبة للجيش الوطني أما نتائجها فقتل بالعشرات من الطرفين وإن كان الحوثيون هم الطرف المتفوق في عدد الضحايا دلالات كثيرة تحملها هذه المعركة بالنظر للتوقيت والهدف المراد تحقيقه فهي من حيث التوقيت تأتي في ظل معارك متقطعة وحجد متواصل للقوات في أبيان التي وإن اختلف القطب المحارب فيها للشرعية بالمسمى إلا أن قتال الشرعية والخلاص منها فيه مصلحة مشتركة بينه وبين الانقلاب الآخر في الشمال أما الهدف المنظور فهو أن يسري وضع الحديدة على مأرب بمعنى أن يكون للحوثيين جزءا من ريعها وفق ترتيب سيتكفل المبعوث الأممي بإتمامه وهذا أمر لا يخفيه الحوثيون الذين يستميتون في الجبهات من السهل أن تحدد وترسم أهدافك في الورق لكن الصعوبة تكمن في تحقيقها ذاك ما يحصل مع الحوثيين الذين استقبلهم الموت في كل شبر يحاولون الوصول إليه وذلك خلاصة ما يحدث في جبهة الجفرة التي يحاول من خلالها الحوثيون التقدم باتجاه معسكر ماس شمالي مدينة مأرب يا ذي شكرا